إلى ملف حياة كريمة حيث تحرس الدولة على إشراق شركات القطاع الخاص في المنظومة الجديدة للمخلفات خاصة في كرة المبادرة الرئيسية حياة كريمة وترحي المشروعات التي يتم تنفيذها على الشركات لإدارتها والحفاظ كذلك على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن وخلال اجتماعه مع محافظ الغربية طارق رحمي أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى الانتهاء من مراجعة مدى جاهزية القرى التي يمكن افتتاحها رسميا وتشغيل المباني والمنشآت التي تم إنشاؤها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة